الرئيس يومنا هو عن سورة الفاتحة وما أدراك ما سورة الفاتحة هي الشافية هي الكافية هي المنجية سورة الفاتحة أول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى سورة مكية بدأت بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه وقد قال المفسرون من العلماء هذه السورة جمعت الدين كله وقد أخبرنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة في القرآن والأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا ذلك تعلمنا أنها ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح بدونها تعلمنا أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أعظم من هذه السورة المباركة تعلمنا أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يرقوا بها من أصيب بعين أو من أصيب بمس أو من أصيب بأي مرض أو بأي مكروه تعلمنا كل ذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا من المفسرين أنها جمعت كل قضايا الشريعة الغراء تحدثت عن الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى وتحدثت عن طرف من أسماء الله وصفاته الحسنى وأوصافه العلى تحدثت عن قضية الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وكذا وعقاب وحشر ونشر وكذا وكذا تحدثت عنها بمنهج عام تحدثت كذلك عن منهج الاستعانة والعبودية لله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين علمتنا كذلك وتعلمنا منها أن الإنسان لابد أن يصير على نهج الله وعلى هدي الله وصراطه المستقيم الذي أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي ثبت عنه أنه خط خطا يوما صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وشماله خطوط معوجة وقال هذا طريق الله تبارك وتعالى وعن يمينه وشماله شياطين تريد أن تتخطف الناس عن منهج الله ثم تلى قبل الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تعلمنا من سيدنا رسول الله أن سورة الفاتحة هي الشافية وأنها تنجي الإنسان من شرور الدنيا ومن تعبها ومن عنتها كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن نفرا من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزلوا حيا من أحياء العربي ذات يوم فأبوا أن يضيفوهم يعني أن يضيفوا هذا الصحب الكرام رضوان الله عليهم فكان فيهم سيدهم لدغه عقرب فسألوا هل من راق فيكم فقالوا يعني فينا راق غير أنكم أبيتم أن تضيفونا فإذا أردتم أن نرقي سيدكم فعليكم أن تجعلوا لنا جعلاء فوافقوا على هذا الأمر وجعلوا لهم جعلا يعني جعلوا لهم قطيعا من الشياء فلما قرأ الرجل الصحابي على هذا الرجل الذي هو سيد هذه القبيلة التي نزلوا فيها قرأ عليه سورة الفاتحة فكان من تيسير الله تبارك وتعالى أن يسر الله له الشفاء فلما عادوا يخبرون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدث معهم كذا وأنهم فعلوا كذا وأنهم فعلوا كذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال ضربوا لي فيه بسهم يعني في هذا القسم الذي قسمه لهم هؤلاء القوم ومن أدراكم أنها راقية أو أنها شافية فعلمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الشافية لذلك إذا أخذنا من هذا الحديث أن الإنسان في يومه وفي ليلته يبدأ أذكاره بتلاوة سورة الفاتحة فهي من أعظم سور القرآن كما أخبر سيدنا رسول الله سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قال بلى يا رسول الله قال حين تقرأ في الصلاة ماذا تقول قال أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إلى آخر قال هي أعظم سورة في القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته فعلمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يقرأ هذه السورة وأن يداوم عليها وربما يسأل سائل كيف يحفظ الإنسان نفسه بصورة الفاتحة أقول لك تصبح بقراءة سورة الفاتحة سبع مرات ففيها شفاء من كل شيء فيها شفاء من الأمراض الظاهرة والبطنة ألم تسمعوا مقالة الله في القرآن الكريم في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فالقرآن فيه شفاء ولذلك قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فهو للمؤمنين شفاء وفي سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهذه آيات في القرآن تسمى بآيات الشفاء وسنذكر لها إن شاء الله سبحانه وتعالى حلقة يعني بهذا العنوان نبين آيات الشفاء وكيف إذا قرأها الإنسان المسلم على نفسه أو قرأها على ماء وشرب هذا الماء فإنه يشفى بحول الله سبحانه وتعالى وقوته القرآن فيه كثير فيه أمور كثيرة يعني لا بد وأن نتعلمها فسورة الفاتحة هي الشافية وهي الكافية ومعنى الكافية أي أنها تكفي الإنسان من جميع هموم الدنيا وهموم الآخرة هذه الصورة الطيبة المباركة التي لم ينزل في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل يعني مثلها علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها المكملة أو المتممة ومعنى المكملة أو المتممة أن العبادة لا تصح إلا بها فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصورة